من ضمن الحقيقة الاسئلة انا من حاول تتشورك تاست اختبرات ومقابلات بنك السي اي بي بعد ذلك ردوا علي ان بالفعل تم قبولي لكن هكون اون هولد الحين توفر الوظيفة السؤال اللي حضرتك هل لما بعت للايميل ان فعلا وبشكل اكيد هيكلموني عشان لما يكون مكان بعد الايميل وممكن محدش يكلمني من تلقاء نفسي الحقيقة النصيحة مني اغلب اللي بينضم فيه ناس بتنضم بعد اون هولد لما ببقى فيه مكان لان اورد انت خلاص خلصت الانترفيوهات والمقابلات فده حد جاهز فبيحطوه في البنل او في بيحطوه في البوطقة بتاعة الناس اللي هي تيجي تقدم لما تيجي عاوزين مكان في الموظيفة لكن نصيحتي اون هولد تابع الميل ممكن يكلموك ولكن خليك انت اوبن سورس خليك انت مقدم فيها ماكن تانية بتنتظرش انهم يجوا لك طب انا ليه بحط الصورة السوداوية دي ليه انه عادة ممكن يبعث لك بعد سنة هلا هتفضل قاعد من انتظر سنة واقع البلا ولا انتظاره ده نوجة نظري تقعد قاعد لا هيبعتولي مش هيبعتولي هيبعتولي مش هيبعتولي هيبعتولي مش هيبعتولي لا لا ده انا جايلي اه شغل في شركة كزا لا هاجلوا لغاية لما اه يرد علي طب ما ردوش. فحرام اعمل انترفيوهات وقدم والله وشوفنا ناس بيبوشغلين معرفش في بنك اه جاي لهم فرصة في بنك من البنوك الصغيرة وبعدين اه بعد سنة سنة ونص كلموهم يلا مع السلامة شكرا اه دي خدت خبرة كمان في بنك تاني. فلا ما تقعدش في البيت وحط اسوأ الظروف واشتغل عليها انهم مش هيبعتولي اي مكان واشتغل ولكن بالتوازي تابع الميل وبالتوازي تابع معاهم وقول يا رب ورب ان اكتب لك كل خير بازن الله وبالتوفيق ان شاء الله.